السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي وفيديو جديد او ريفيو جديد النهاردة هتكلم عن منتج مختلف قبل اي حاجة لو انت او مرة تشوفيني انا عبير بعمل فيديوهات وريفيوهات عن منتجات عناية بالبشرة وعناية بالشعر ومسكات طبيعية ووصفات بالاعشاب. ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتدوسي على زر الجرس علشان يوصلي كل جيد. الجسم مش الفيزلين الطبي ده دايما احنا بنستخدمه للجسم والكلام ده. لأ انا مش هتكلم عن ده النهاردة انا هتكلم عن للجسم. آآ مبدئيا كده هنتكلم عن اللي هو نوع بالصبار هو في منه انواع كتير. بس انا هتكلم عن الصبار اللي انا استخدمته. آآ هنزلكوا صورة بكل اشكاله وانواعه. كل واحد يجيب اللي هو عايزه. فانا النهاردة هتكلم عن الصبار. مبدئيا كده لوشن الجسم الغير مكتوب لوشن للجسم. هاوضح لكم. الجسم الغير دهني. يعني ايه الغير دهني? يعني البشرة الجفة. والبشرة الجفة دي بتبقى عند اغلب الناس في الشتاء. واحنا اصلا في الشتاء. وبنشربش مياه كتير فالبشرة بتبقى جفة جدا محتاجة مرتبات. بس قبل ما نحط مرتبات خارجية على الجيم جوه. ازاي نشرب مياه كتير? نشرب مياه كتير? دي اولا تاني حاجة هنستخدم مرتبات للجوه من بره. بقى احنا كده عملنا الخطوات الصح. ما ينفعش نرتب البشرة من بره بس. والجسم اصلا نقصه مياه. هيبقى فيك جفاف وتأشف وكل حاجة مش لذيذة وبيبنع البشرة ومع المكياج والحاجات دي بيبقى سيء جدا وتحتاجة ترتيب كتير قوي قوي قوي. فاحنا لازم نرطب من جوه ونرطب من بره. تعالوا نشوف استخداماته. آآ بيتكلم حاجة الارشادات بيستخدم يوميا لبشرة نعمة وصحية. بس التحذير واستعمال خارجي فقط. آآ وكمان ما ينفعش يجي ناحية العين. لو لا قدر لله آآ جي ناحية العين وحاسها الحرقان لازم انت تخسلي عينك بمية غزيرة جدا جدا. علشان الاثار الفيزلين يروح من عينك. وكمان آآ بتبعدين عن اشعة الشمس المباشرة. عشان لو تعرض للشمس بطريقة مباشرة آآ هيفسد يعني هيبقى الصلاحيته يعني ايه مكوناته بتبقى بايزة. فدي نقطة مهمة فحبيت اوضحها لكم. آآ بس كده فتعالوا بقى نشوف استخدامات استخدامه وايه اخباره? انا بصراحة مبدئيا كده. آآ ده كان اول استخدام لي. اول مرة استخدمه. عايز اقول لكم هو فوق الممتاز. البشرة الجفة. اي حد عنده جفاف او عنده تشاؤقات او اي حاجة من الحاجات اللي هي بتظهر في الشتاء. آآ لازم نستخدم اللي هو بالنوع الصبار. الصبار ملطف اصلا طبيعي. فمع اللوشن بيبقى ممتاز جدا. فهوريكم تجربة بسيطة كده. بصوا 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 من الزيت كريمي. خلوة جدا. والبشرة بتشربوه بسهولة جدا. شربته. وبيدي نعومة جميلة جدا جدا. حلوة قوي. آآ العرائز تجيبه. تخليه عندها ضروري. حلو. حلو حلو. آآ هما عندهم بشرة جفة. يعني هي طبيعتهم بشرة جفة. لازم نستخدموه. يا جماعة والله فوق الممتاز. حلو جدا. واحاول اجبلكوا سعر وانزله لكم. انا عمل ادور على سعر لان انا حقيقي مش فاكرة سعره. آآ بس انا حبيت اقول لكم رأيي في الفيزلين للجسم. آآ بس كمان هو مش للأيد والرجل بس ده هو للجسم كله. استخدام بعد خصوصا بعد الشاور. علشان المسام بتبقى مفتاحة وتحط بقى الفيزلين او اللوشن يعني آآ بيدي ترتيب عالي جدا جدا. نعومة فائقة. لا حلو قوي. فانا رأيي كل الناس تجيبو خصوصا بالصباري جماعة. فوضيع. ناعم. رحته حلوة جدا. آآ بس ده بس بس وسريع عنه. انا رأيي كل الناس تجيبو. حلو قوي. دي نقطة. النقطة التانية حبيت اقول لكم عنها بس هيبقى في فيديو تاني. الفيزلين الطب العادي ده. هنعمل منه آآ زبدة كاكاو. آآ كمان هنعمل يعني زبدة كاكاو سواء سادة او مورد اللي هو زي المورد نحطه على الشفاف وعلى الخدود بيدي نتيجة حلوة قوي وغير هو ترتيب. وكمان هيبقى بالاطعمة ممكن نعمل بتعمل موز. آآ بس ده هنخلي في فيديو تاني لوحده هقول لكم على المنتجات. اللي عشان بقى الحاجات اللي هي الطبيعية هنجيبها من عند العطار. فخليها في فيديو تاني ان شاء الله هنزله لكم على طول. علشان احنا في الشتاء فتعملوه. بس كده. آآ ده رأيي آآ يا رب يكون استفدتم ما تنسوش الاشتراك بالقناة لان ده بيدعمني جدا جدا جدا. لو كل واحد شاف الفيديو ده يدوس اشتراك بالقناة. آآ بس كده. اشتراك بالقناة.